صباح الفل والجمال والزق العام يا أستاذ هاني يا أجمل وأجدع وألطف وألز زميل في الدنيا كلها ولو إن الدخلة مش مريحاني لكن صباح الفل يا أستاذ فاتحي خير يا فندي خير طبعا النهاردة أول الشهر وفيه إشعاعات بتقول إنك أبط المرتب يا رب يعني أكيد معاك فلوس يلا يا بطل ظروفنا في الظرف ده 100 جنيه آه لا لا مرسي أنا ما بخشش جمعيات شكرا جمعيات إيه يا أستاذ هاني اللي ب100 جنيه ده الميت جنيه اليومين دول تيجي تفكها تفكك هي إحنا بنلم الأستاذ شكري عشان يا حبيبي طالع على المعاش ما إحنا بقلنا ثلاث سنين بنلم الأستاذ شكري علشان طالع معاش وبنتجمع كلنا نحتفل ونعيط وأنا أدفع بعدين يمدوا له سنة نفرح بعدين يطلعوا معاش نجتمع نعيط وأنا أدفع بص يا أستاذ فاتحي أنا مش هدفع على أستاذ شكري في معاشه إلا لما شوفوا قاعد في البيت كده 3-4 سنين بالجلابية كده ومرتح وسط أولاده خلاص وسبنا كمل شغلي هنا طب كده بقى أنا مش هكتب اسمك على الظرف يا أستاذ هاني وأنت الوحيد كده اللي اسمه مش هكتب على الظرفه وهتبقى فضيحة أنا هبقى أكتب اسمي في البيت أنا عالتلاجة كده هتصرف أنا معاش ماشي بس بقى لما الزملاء يعرفوا اللي انت مرضتش تدفع للراجل المسكين اللي طالع على المعاش وتتفضح وتتجرس ما تبقاش تزعل وبعدين يا أستاذ هاني انت لسه جديد هنا يعني المفروض تجامل على أقل 5-6 سنين عشان تقدر تعيش وسطينا جامل جامل عشان ما تتفضحش وبعدين ما احنا هنبقى نجاملك قلني انا مش عايز اي مجملات من اي حد لكن حاضر يا استاذ مالي شكري برضو احنا عندنا كم شكري ايه ده الظرف كله خمسات جنيهات اما لا انا هدفع مية ليه شمعنا انا علشان انت رجل اعزب ما عندكش مسئوليات قولي بزمتك انت بتشتري بنبص بق لا انا ما بجيبش الحاجات دي طب ايه رأيك بقى اللي انا لغاية دلوقتي بشتري بنبص طب ما تشوف حل للقصة دي تشوف علاج ولا اي حاجة حبيبي يا استاذاني والله بمبص عشان انا ما بجيبش بمبص يبقوا كلهم يشطفوني سك يا بدي هاني صباح الخير صباح الخير يا رئيسة معلش انا نص ساعة واخلص التقرير معلش حال ليه يا الباما على قل من مهلك برحتك خالص بنا يا كم بقولك ايه احنا اول الشهر بقى شغالي مخك اه ما انا عرفت المعلومة القيمة دي من الاستاذ فاتحين اه في حد طالع معاش او اترقى او اترافد او اتعين في ادارة تانية خالص او بيفكر يشتغل معانا في الوزارة عشان نلمله كلنا يا من الذين ادمك زي العسر لا يا نورعين احنا بنلم للبت حنان اختك اللي في اسم المشتريات اقبل عندك حامل اقبل عندي حامل؟ حضرك انا مش متجوز بعدين اكيد لاحزت ان انا راجل فمش احمل في الفترة دي اقصد يعني لما تتجوز ان شاء الله انا اتجوز ازاي بس يا مادام صفاة وانا مرتب مكفيني انا بجيب بقسمات وجبنة براميلي وبقيت المرتب كله رايحة الهداة والمجملات حتى هاسكي قاعدة في البيت من غير اكل والله هاسكي دي قاعدة معاك في البيت؟ قاعدة واكلة شربة نايمة من غير جواز؟ لا 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 حضرتك فاهم ايه لا هاسكي دي كلبة كلبة اخصى عليك يا هاني اسكت اسكت مش عايز اسمع الكلام ده احر في حياتك ولو ان اللي ترضى بكده تبقى كلبة وستين كلبة والعيازه بالله لا ترضى ايه حارتك بقولك دي كلبة حقيقي كانت مرمية في الشارع بردانة ووحيدة كده فقا اخدتها معايا قلتها لمها بدل رمية الشوارع وهيبتقعد معايا بالليل يا نلعب نعمل باتها بس 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 اختيشي قامي الكلام ده يلا يلا شوف حتى تبديل بيت يا حنان كاب خليناك تبقى اسمك واخلص يا مادام صفاء انا جميلت الوزارة كلها مفيش حد يجاب لي ولا حد تهدية يا دنايا يا ابني طب اقول لك خلاص قولي يا ايد ميلادك انت وانا هلميلك بنفسي 29 فبراير خلاص يا حبيبي من عناية الاتنين 29 فبراير بس ده مش هيجي السنادي شوفتي ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها ده تاريخ بيجي كل اربع سنين وانا غالبا في اليوم ده ببقى يا ام عياني يا ام واخد عرضة وحضرتك انا لا هخطب ولا هتجوز ولا هعمل عملية ولا هشتد عربية جديدة وخلصت الاعدادي والابتدائي والجامعة وكل حاجة اهبص بقى يا هاني لو ما جملتش هتتفتح وسط زملاتك يا دي قصة الفضيحة بعد انت على ما اقولك يا بيتة حنام دي قريبة مدير الادارة الاستاذ يوسري افهمها انت بقى يلا خلص وانجز جامل عشان تتجامل يا هاني حاضر يا مادم صفورة انا اصلا شخص مجامل احب الحاجات حبيبي يا هاني طب اسم حضرتك مكتوب برضو معانا في الورقة لا يا حبيبي انا اسمي يكتب ليه انا قديمة ادفع انا الريسة يا ويه هههه التقرير يخلص بسرعة ما تتأخرش عليكني فصحابه على مكتبي حضر ألهسكي قال ما لهم بناتي البلد آآآهم أحلى أهول أحلى أستاذ هاني تروق بالك يا أبو الكرم والمفهومية والزوق الهزة دي بتاعت أول شهر أنا عارفها أؤمر عم علي في حد عندك حامل تخطب حد طالع الحجاز أو راجع من الحجاز أو قاعد في مدان الحجاز فنلمله كلنا لا والله يا أستاذ هاني آآ أنا بس عم شوقي بتاع الأمن عرفت إنه هيعمل عملية بكرة الرجل غالبان قوي وعده هال كتير كتير قوي أحول ولا قوة إلا بالله وعم شوقي ده ريخم قوي الصراحة لكن المرض مفيهوش كلامي يعني هيبقى هيبقى ريخم ومريض جامل الرجل هيعمل عملية في حتة وحشة قوي ربني يكفيك شرر الفضيحة مش فهم إيه حكاية الفضيحة دي حاضر حاضر خلص إنت وإنت وإنتو لم يطولوا كام لغاية دلوقتي هو ميه؟ عم شوقي بتاع الحتة الوحشة لا ما هو، يا أستاذ هاني بيه أنا معرفش لأن مش أنا اللي بقى لميله ألا أم الميت جنيه اللي أنت زبطتها مني دي إيه؟ محمد بن عقبال عندك نجح في الإعدادية والوقت حيموت على الآيفول الآيفول جديد يعني أنت واخد الميت جنيه عشان لأ أنا مالي ومال الآيفول إعدادية إيه وبتاع إيه؟ ربنا يكفيك شرر الفضيحة بريكلي ترأيت هاني أنا تخطب مبروك أنا تخطبت يا هاني لا ألف سلامة بدل الفضايا فرح أسماء هانة علياء خطوبة شيماء أحزن السماء هتتفضح تسيبوا يا فتح يمكن عايز يتفضح وسط الزملاء إيه كايت أتفضح هتفضح لو عايزين فديها حلوة أعمل لوجه فديها حلوة وكل واحد بقى يعرف اللي ليه ولي عليه الأستاذ شكري اللي بيقفد ويجري اللي الحكومة بتمدله واحنا بنعدله واسمع سلام للاستاذ فتحي اللي ماشي وسينا متعنتز وبيستلب تمن البنبس وعم علي كمان مرة عم علي يعني البوفيه تجار المياه السخنة يعني السف والاهدار اللي عايزة يفوه الهدية علشان يبلو في الاعدادية ومدام صفاء الرئيسة أول وتاني اللي ما دفعتش في ولادة أماني والجاي يقول اللي رايح وكتر من الفضايح وبكرة الحساب هيجمع وخلي الدنيا تولى